موسيقى قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا ما يحسبوش المرأة أصلا في الجاهلية وهذا نشوف كيف الإسلام أعطى للمرأة مكانتها وكيف إن النساء الأنصار تعلمنا من المجتمع ومن الآداب الإسلامية وتعلم نساء المهاجرين من نساء الأنصار كما يقول عمر يقول ما كنا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم أعطى للمرأة حقها ومكانتها وأنها لا تظلم ولا تضطهد كما كان في الجاهلية ولا يستطيع الرجل أن يضارها في عدة أو في طلاق أو في نفقة لا بل الرجل كما هو معلوم من الأحكام مأمور ومكلف شرعا بأن ينفق على زوجته ولو كانت مليونيرا